اهلا بكم يا برج الحمل كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين كمان بمناسبة عيد ميلادكم اكتبوا لنا في التعليقات احتفالتوا بعيد ميلادكم ولا لسه ويعني عيد ميلادكم يوم كام ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم طبعا برج الحمل نزل متأخر شوية لشهر ده وغالبا بينزل متأخر كل شهر لانه الابرج بتنزل طبعا حسب الاكثر مشاهدة وانتوا محتاجين تتعالوا شوية مشاهداتكم يا برج الحمل فممكن تعملوا شير لاصدقائكم تشوفوا الفيديو اكتر من مرة علشان مشاهداته تعلى وبالتالي ينزل الاول انا لما كنت بنزل يعني قبل كده الابرج بالترتيب طبعا كنا بنبتدي من الحمل وبرضو كانت بتبقى مشاهداته ضعيفة فعشان لقيت بس انه في الابرج ناس كتير بتكتب لي انت ليه ما بتنزلش الحمل يعني اكيد انا مش متعمد انا بحب برج الحمل جدا لكن انتم لمشاهداتكم شوية قليلة ومحتاجين ترفعوها يعني المهم خلينا ندخل في القراءة علشان ما طولش عليكم احنا هنعمل قراءة عاطفية هنبتدي طبعا باحوالك العاطفية مع الشريك هنشوف كمان المنفصلين منكم والعزاب وفي نهاية القراءة هنسحف كارة الاحوال العمل واحوالكم الصحية القراءة دي هتكون لبرك الحمل شمسي قمري صعد وكمان فينوس الزهرة فاللي منكم فينوس قمري او صعد حمل برضو قراءة دي تنفع لي لو انت مش عارف الفينوس القمري او الصعد بتوعك من خلال فيديو موجود على قناتي التانية هتقدر ان انت تعرف خارطتك الفلاكية كلها بشكل كامل هتلاقوا الربط موجود في صندوق الوصف وفي اول تعليق انا رغيت كتير جدا ومقدمة طويلة بس انا كان لازم اوضح لكم كل الحاجات دي فخلينا نبتدي مع بعض القراءة خير ان شاء الله الحظ معك انت شوية مكتئب او مفكر ان امورك مش تمام لكن ده انت كل الحظ معك عارف انت اللي هو وعسى ان تكرهه شيئا وهو خير لكم في امور كتير في حياتكم ابتلاءات انتو شايفينها حاجات وحشة لكن في الواقع ده هي حاجات جميلة قوي وانتو متعرفوش ورا الحاجات دي ايه فانا بشوف ان في خير كبير مستنيكم في حاجات كتير يعني ربنا بعتها لكم تغير حياتكم 180 درجة بدون اي توقع منكم بدون اي انتظار منكم فانتو بس محتاجين ان انتو تحسنوا الظن بربنا وكل حاجة هتبقى تمام مشكلتكم يا برج الحمل ان انتو بتفكروا كتير بتفكروا كتير قوي وليه وازاي طب ايه اللي هيحصل يعني ماشيين الحياة بنظريات كده واحد زائد واحد يساوي اتنين شايلين هم بكرة وده طبعا يعني بدافع احساسكم بالمسئولية لكن انتو شايلين هم محتاجين ان انتو ترموه على ربنا يعني يمكن دي رسالة لليكم من خلال القراءة زي محتاجين ان انتو تعملوا كده برضو يمكن على الصعيد العاطفي يعني انتو قطعين مع الشريك هو قطع معاكم مش هتفرق انت حاسس ان علاقتك بغير مستقرة وحاسس بعدم الامان معاه ويمكن هو سبك ومشي على فجأة او كنت قلن وقف وبعدين قطعته وبعدين مرجعش تاني مع انو بالعادة كان بيرجع فانت شوية برضو حاسست بعدم الاستقرار فعدم وجود الشخص ده في حياتك يعني هو قلبه موجوع قوي يعني على فرائك ومتدايق جدا وندمان كمان لانه في مشاعره هنا مشاعر ندم فغالبا هو اللي قطع ويمشي المشي الابدية وعلشان كده يعني انت متدايق وبتفكر ممكن او حاسس بعدم الاستقرار هو شايفك متوازن هو مش شايفك ان انت مش مستقر يعني بالعكس هو شايفك عكس طقتك هو شايف انه حتى لو انت مش متوازن انت قوي كفاية ان انت بعد شوية وقت ترجع تتوازن مرة اخرى ويتوقف على رجليك مرة اخرى هو اللي مش هيقدر يعمل ده وعنده ندم شديد وشايف ان انت مش ممكن تديله اي فرصة بعد كده يعني مع ان انت في الواقع مستني هو شايف انه في عقبات كتير ما بينكم العقبات دي ممكن تكون اقوى منه وانه محتاج يحارب علشان يعني يزيل العقبات دي ويعالم هيقدر يزيلها ولا لا فشايف ان في عقبات صعبة ممكن لكتير منكم تكون اختلاف اديان حد منكم هاجر في بلد تاني رفض اهل فالموضوع بالنسباله كبير يعني لو انت بتتساءل هل هو في حد تاني في حياته ولا لا لبعضكم يعني ال 30% منكم ممكن يكون الشخص ده في الزواج او بيقارن ما بينك وما بين حد من الماضي او انه اهل رفضين وهو مش عارف يتصرف ازاي طبعا انا مقدرش اقول لك شيء محدد لان دي قراءة عامة ودي طاقة ناس كتير وفي قدامي اكتر من سيناديه فانا بقول لطالع امامي وانت خد من القراءة اللي يتماشى ويتناسب مع حياتك طيب الشخص ده عايز يعمل ايه هو طبعا نفسه ان هو يتزوجك امنية حياته وانا بشوف انه هيعرض عليك الزواج ايا كان التمن على فكرة في الخطوة القادمة هيجيلك عرض من الشخص ده عرض زواج يعني اللي منكم بيقرى طارت وعارف الكروت يعني هيفهم اوي انا بقول ايه فهايعرض منك عرض هيطلب منك عرض زواج في الفترة اللي جاية يعني وانت نصحتك ان انت تحاول توصل مع الشخص بهالحل الوسط يعني توازن امورك معاه محتاج ان انت توازن امورك معاه ان شاء الله ممكن الموضوع ده يوصل ما بينكم لزواج يعني بس اتقل زي ما بنقول اتقل شوية يعني طيب خليني اشوف ملائكة الحب هينصحوك بايه في هنا برج الميزان القوس الاسد التور العقرب الدلو الدلو بس الطاقات طبعا كلها موجودة فخليني اشوف ملائكة الحب هينصحوك بايه بيقولك امان ليك ان انت تحب افتح قلبك وروحك واستقبل طاقة الحب الكبيرة اللي جاية لك فزي ما شفنا في بداية الفيديو ان انت عندك مخاوف كتير ما تحاولش ان المخاوف دي تكون عقبة في ان انت تكون سعيد في حياتك في ان انت تكون مش عارف في علاقة متقرة تخلص من مخاوفك ويفتح قلبك للحب هنا كمان بيقولك انت تستحق الحب وانت محبوب فبالناسبة للمنفصلين زي ما شفنا انت والشريك يعني بتحبوا بعض جدا وحاسين بعض ان انتوا توقم روح يمكن منتظرين بعض من مدة طويلة لكن ان شاء الله يكون فيما بينكم فرصة بس عشان اكون صريح معاك يعني ممكن الفرصة دي تطول شوية لاخر الشهر يعني الموضوع شوية وقت بالناسبة للعزاب عندكم سحر تعطيل حاولوا تشوفوا معالج يعلب لكم سحر تعطيل ده ما بشوفش ان في فرصة خلال هذا الشهر وبرضو اموركم العملية بشوف ان هي مش تمام يمكن انتوا قطعين عن العمل بقلكم فترة وكمان مع كوش في الهوس وعندكم ازمة مادية ان شاء الله في بداية جديدة وباب خير هيتفتح لكم من بعد فترة طويلة من الانتظار ان شاء الله هتحصلوا على عمل جديد وليليه فلوس هياخدها من بعد فترة طويلة من الانتظار والشعور بالخسارة يعني ان شاء الله في خير كبير جايلكم بس انتوا محتاجين تبزلوا مجهود يا برج الحمل محتاجين تدوروا على شغل مثلا لما بتشتغلوش لو بتشتغلوا محتاجين تبزلوا مجهود كبير تكسفوا عملكم علشان يدخلوكم دخل أكبر فمحتاجين تهتموا برضو وتبزلوا مجهود شوية وربنا مش هيضيع صعيكم يعني لكن ضروري حاولوا ان انتوا تعملوا كده الأموركم الصحية تمام يمكن بس فيه شوية ألم في العين لكن أنا بشوف انه أموركم الصحية تمام كمان انتوا مهتمين قوي بنفسكم برشاقتكم بشكلكم الخارجي ولو انتوا مش عاملين كده حاولوا تهتموا بنفسكم أكتر تنزلوا جيم تعتنوا بمظهركم الخارجي أكتر ده هيفرق معاكم وهينعكس على طاقتكم بشكل كبير طيب خليني أخد لك رسالة من أي شخص انت هتحطه في بالك بيقولك انه هو بيحبك قوي وشايفك توقم روحه ونفسه انه هو يوازن أموره وطاقته معاك لأنه ما بيشعرش بالتوازن غير في وجودك انت اعتقدكم شوية صعبة يا بورج الحمل الشهر دلك وحت تسألوا على القراءة دي يعني أول شهر بورج الحمل بصراحة يزعل مني لكن سمحوني يا بورج الحمل يعني أنا بنزل الأبراج حسب ترتيب المشاهدات فيعني اعذروني طيب خلينا نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بايه بيقولك صالي واطلب من ربنا واطلب من الملايكة وان شاء الله في وفرة مالية واقتصادية هتجي لك يعني احنا شوفنا ان انت بتمر بأزمة وان ان شاء الله ربنا هيعوضك وامورك هتبقى تمام الملايكة كمان حب التبشرة كان ان شاء الله في وفرة جاية في طريقك يعني فربنا يصلح احوالكم ده كان بالنسبة لكم يا بورج الحمل اتمنى لو القراءة دي عجبتكم تحطوا لنا لايك تعملوا شير وتشوفوا الفيديوز كتير بقى عشان ترفعوا المشاهدات ان شاء الله الشهر الجاي تمزلوا في الاول وتكتبوا لنا طبعا تعليق جميل لان ده بيفيد القناة بشكل كبير وكل سنة وانتوا طيبين علشان شهر الرمضان وعشان عجميلاتكم ما تنسوش برضو تكتبوا لي في التعليقات عجميلاتكم امتى بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة وابتمنى لكم السعادة والحظ الموافق مع السلامة اشتركوا في القناة